بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مشاهدين الكرام القراءة والكتابة أهم شيء في الوجود فعلا أهم شيء القراءة والكتابة بالعلم سوف نرتقي مش بين الأمم سوف نرتقي فوق الأمم مشاهدين الكرام برنامج اقرأ للصغار والكبار برنامج اقرأ للأطفال في الحضانات برنامج اقرأ للأطفال في الصف الأول الابتدائي برنامج اقرأ لجميع المراحل التعليمية لمن فاته قطار التعليم فليشاهد برنامج اقرأ على قناة الصحة والجمال HBC مشاهدين الكرام شرحنا قبل كده من حرف الألف حتى حرف اللام والنهاردة ان شاء الله تعالى هنبدأ في شرح حرف الميم يلا مشاهدين الكرام أولياء الأمور الأعزاء أطفالنا الحلوين المقطقطين نطلع كراسة شكل الحرف كراسة ايه؟ شكل الحرف احنا الناس اللي مش عارفة عندنا تلف كراسات كراسة شكل الحرف كراسة صوت الحرف كراسة الإملاء يلا بينا نطلع كراسة شكل الحرف النهاردة يا حبيبي يا حلوين هنتعلم الأول ازاي نرسم حرف الميم اسمه ايه؟ ميم اسمه ايه؟ ميم ميم هتخلي بالك الميم دي فيه وغنة شوية ميم تمام كده؟ تعالوا نرسم كده حرف الميم كده يا حبيبي يا حلوين علشان نتعلم ازاي نرسم الحرف يا عم أعزاء تمام كده؟ فيه روايتين لكتابة حرف الميم اي حاجة هكتبهلكم بالطريقتين اي حاجة هكتبكم فيهم تكتبوها يلا بينا حبيبي يا حلوين يلا هنعمل دال كده حبيبي يا حلوين اهي صغيرة كده نعمل ايه؟ ام عزب دال هنعمل دال ونقفل الايه؟ اهي الدال اهي نقفل الدال ونجي عاملين كده؟ اهي تاني هنعمل دال كده اهي ونقفلينها كده تمام كده؟ حد عاوز يعمل دال كده ويقفلها كده دميم تمام كده؟ ماشي مفيش اي مشكلة خلص نهائي طيب فيه واحد هيعمل سبعة كده على جنب شوية تمام كده؟ وهاجي قافل السبعة دي وهاجي نازل شوية كده اهي يعني ان كان دال او سبعة ميلة ناحية الشمال شوية اي طريقة فيهم مفيش اي مشكلة خلص نهائي تاني تاني يا عم عزب اهو في دالة اهي ونجي قافلها كده ونجي عاملين كده تمام كده؟ وفيه واحد هيعمل سبعة كده مجننحة شوية وهاجي قافل السبعة واجي نازل كده شوفوا الميم؟ عشان نعرف نرسمها ماشي الرسمة يعني يبقى شكلها جميل شوية ونعود اطفالنا عليها تمام كده؟ حرف الميم منفردا هنكتبه يا حضرات في الصفحة العليمين صفحة الايه؟ العليمين تعالوا كده حرف الميم منفردا ماشي اهو حاجة كده بص بص حبايبة حلوين حق صغيرة هي بتعمل كده ادي حرف الميم منفردا بص بصو حق صغيرة اهي اهي تمام كده؟ يا أستاذي ما تعملش كده ماشي 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 انا عارف والله يا تامر انت بتشرح يعني عايز تفاهم الآخرين وتفاهم أولادنا تمام هيا بص اكده يعني في المصحف وخارج المصحف بصوا كده اهي حق صغيرة واهو يعني ما تفاهمهاش خالص اهي شوفوا كده عامل زي رأسة عبان كده حق صغيرة هي والفتحة ما تفتحاش كده تعالوا لي اهي حق صغيرة دي عملها كده لا كده لا بص فتحة صغيرة اهي تمام كده؟ يعني دي لا دي ماشي دي ماشي اهي دي لا ما تعملاش كبيرة كده حق صغيرة وكن وتسيب يعني تنيم الحق شوية كده اهي ده الميم ايه منفاردة الميم ايه منفاردة تمام كده؟ طيب احنا كده رسمنا الميم وقلنا ايه تاني؟ عشان نقولها تاني يا عم عزب بص الميم منفاردة حق صغيرة وهي دي ميم منفاردة ايه تمام كده؟ شو واحد بقي مصر واحد عاملي كده خمسة كده ومصر ليه عاملي كده صح كده عم عزب؟ نعرف كده تعملها كده تمام كده؟ لا هي دي ميم منفاردة تمام كده حضرات؟ طيب احنا كده تعلمنا للميم منفاردة اكتبوها وراي يالله بسرعة سريعة كده تمام؟ في الصفحة العليمية في الصفحة العشمال بقى يالله يعاوزين نشوف الميم في أول الكلمة تكتب ازاي الميم فين؟ في أول الكلمة زي ما احنا قلنا دال يا حبيبي يا حلوين يالله عم عزب معايا يا دال كده ماشي اهي وتقفلها وترعمل كده او سبعة او ايه؟ اهي سبعة ميلة كده واقفل ورعمل كده ادي الميم فين؟ الميم في أول الكلمة يا دال واقفلها أو سبعة هي آه هي تاني آدي سبعة هي وقفل كده وامش على السطر تمام كده مبدال أو سبعة تمام كده أم عزب طب عايزين نشوف ميم الميم مش من حروف الرفاصة يعني بتمسك في اللي وراها وأنا بكتبها طب ماشي عايزين مثال كده على حرف الميم في أول الكلمة كده يا حبيبي يا حلوني مقطقين كده يا الله عايز حد شطور كده الله ينور عليك طبعا أنت حافظ اسم ياهو محسن ياهو مسلا آهو تمام ماشي ماشي حبيبي ماشي أصلا أنا بحبني ماشي آدي محسن آهو مح سي نون آدي الميم يا حبيبي حلوين مقطقين الميم في أول الكلمة برسمها ازاي تاني برسمها تاني برسمها تاني يا عم عزب ولا ايه رأيك شطور يا عم عزب آدي الدالة هي وبصوا بصوا أفلنا الدالة ومشينا كده تمام كده آهو وعشان الحق آهو يبقى مح سي نون تمام كده عم عزب أصبتها حلوة عجبتك الله ينور عليك يا حبيبي والديك تمام كده طيب عايزين الميم في وسط الكلمة يا حبيبي يا حلويين شوفوا الميم في وسط الكلمة تمسك في اللي وراها هو ونفس الموضوع يا عم عزب بصوا بصوا شوفوا الدال أهي وقفل يا راك يا عم عزب دال برضو أو سبعة دال أو إيه أهي برضو أهي أو سبعة أهي واجه عملكد دال أو سبعة دال الميم فين الميم في وسط الكلمة الميم في وسط الكلمة كده حبيبي يا حلوين يا مقطاتين زي الحمد لله بس هم ما خدوش اللام القمرية والشمسية لسا ما خدوهاش ماشي وفي حاجة تانية انت نسيها جدا وفي حاجة انت نسيها واحدة واحدة بس في حاجة انت نسيها جدا ماشي الوستيس جمال يلا أهو بصوا يا حبيبي يا حلوين ما نقدرش ننسى المدير البرامج بتاعتنا تمام كده آدي يلا أهو الله ينور عليك يا حبيبي والدي أهو آدي الميم في وسط الكلمة هو مسكة في اللي وراها ولي ايه ولي قدامها واحد يقول لي يا مستر محسن يا أستاذ محسن انت عملت وقل لي مسكة في اللي وراها ولي قدامها مسكة كده وفرد جناحتها طب لو الميم سبقها حرف رفاص هنعمل ايه يا عم يا عزب هنقف الله ينور علي أيوه تامر النهاردة مبدع فيلك تامر من زمان أيوه إنهو ماشي حبيبي ماشي آدي جماله آدي الميم في وسط الكلمة هو وإيه تاني يمكن نقول مثال تاني يالله كده يالله 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 بصوا حبيبي آهو بصوا آه آدي حا فتحة حا بعدها ما تدوي الألف حا شوفوا الميم بقى الألف اضرافاصة المي حا ميم آهو يا حبيبي يا حلوين آهو حا ميدو دلوقتي الميم في وسط الكلمة يا عم عزب لها شكلين ممكن تمسك فاللي وراءها ولقدمها دا لو ما سبقuatingهاش حرف رفاص تبه لو سبقها حرف رفاص يعني حرف رفاص يا أستاذ يعني الآلف أو الدال أو الدال أو الراء أو الزاي تمام كده أو الواو اسمها حرف رفاصة حرف الأسد يعني الحروف يعني الحروف اللي ما بتمسكش التي لا تتصل بما بعدها تمام كده؟ ما بتمسكش في اللي وراه طيب المين في آخر الخيل ما بقى يا عم عزب يلا تنمر كده شاء الطور كده هنرسمها هنرسم إحنا نرسمها نرسمها الأول تمام كده؟ بص يا حباقي بحلونا مقططين ماسكة في اللي قدامها هي نفس الموضوع هنعمل السبعة أو الدال بصوا 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 أهو تمام كده؟ أهو تاني أدي السبعة هي وهو تمام كده؟ دال أو سبعة أدي المين فين؟ المين في آخر الكلمة زي إيه كده حبيبي يا حلون يا مقططين زي مثلا برافو عليك أيوة الله ينور عليك حسن الله يتامر النهاردة مذاكر يا أولاد تمام كده شوف شوف تعال بقى نرسمها تاني هو أدي السبعة أو الدالة هي شوف شوف ونقفلها حلوة أهو يا رأيكم كده؟ رحيموا تمام كده أهو بص أهو سبعة هي ونقفلين كده تمام كده؟ أهي تاني أهي نقفل أهو ونقفلين كده خلاص كده؟ أدي المين فين؟ في آخر الكلمة طب يا أستاذ المين في آخر الكلمة بس لو سبقى حرف رفص نعمل إيه؟ نعيط؟ لا يا عم عز أهو المين المنفاردة لو سبقى حرف رفص في آخر الكلمة أهو أهو بصوا أهو حق صغيرة أهي بس ده كبيرة كمان أهي هي كده يا حبيبة حدينا حق صغيرة أهو صغيرة أهو أهو يلا كده؟ شايفها أم عزب؟ ورهلنا كده؟ تمام كده معنا انتصال السلام عليكم معنا وليد السلام عليكم معنا وليد السلام عليكم ليه ده؟ الله ينور عليك أهو شوفوا يا أولاد أهي شوفوا الميم إزاي؟ رفصت الميم الله ينور عليك أهو ماشي حازم وإمامه كمان حازم إمام تمام شوفت الميم؟ أهي الميم هي حبيبة حلوين أهي حقصة وانططة كده ونقفلها كده مش هاد يعملها لي كده ويعمل لي كده ولا واحد يعمل لي كده ومش هاد يعملها زي يعني كده لا الحق الميم في آخر الكلمة المنفردة دي حبيبة حلوين حقصة وانططة نايمة كده ونقفلين كده إن كان عدبك ماشي يا الله كده حبيبة حلوين كده عرفنا وتعرفنا على شكل حرف الميم في أول الكلمة زي محسينه سمام وزي ماريامه وزي مراده ماشي والميم في وسط الكلمة يا حبيبة حلوين لو ما سبقهاش حرف رفواص زي جماله وزي حامده لو سبقه حرف رفواص طب في آخر الكلمة محسن آه راحيمه هذه الميمة هي في آخر الكلمة طب الميم لو سبقه حرف رفواص وبقت منفردة كده حازيمه تمام كده معزب معنا برابو عليك يا حبيب والديك كده يلا حبيبة حلوين اكتبوا الحاجات دي على الصبورة وشكل الحرف وإيه نقفل نقفل كراسة شكل الحرف يلا بينا على الصوت عشان نتعرف على صوت حرف الميم أي واحد فينا حبيبة حلوين ليه شكله وليه صوت أنا بشوفك من بعيد كده جايدة من اللي جاي ده معرف انه هو محسن جاي من بعيد شكله من ايه؟ من شكله تمام الله ينور عليك طب عايزين أسمع صوته بقى عكسه ولا أعمله ايه؟ ها؟ عايزين أسمع صوته نعمل ايه؟ حد يقول لي كده حبيبة حلوين ما أطأطين يا الله أنا مش حاسس بأي أطأطة في الكنترول النهاردة مش عارف ليه يعني عاوزك تتفاعل معايا برافو عليك والله نفسي تدخل جوه كده أعمل ديسكات كده ونعلم المدينة كلها ايه رأيكو؟ والله فكرة نعمل كتاب أيوه ماشي والله يا عظيم والله أيام الكتاب دي والله ياريتها ياريتها تعود والله عظيم تمام كده يا حبيبة حلوين؟ تعالوا تعرف على صوت صوت حرف الميم اسمه ايه؟ ميم اسمه ايه عم عزب شطور برافو عليك يا حبيب والدك أيوة كده تب الكاميرا دي ولدي حرف الميم اسمه ايه؟ ميم اسمه يا أستاذ محمد؟ ميم السكلاني؟ ميم محمد وخلاص محمد وخلاص محمد كذلك حرف الميم طبعا أكيد في أول الكلمة وفي وسط الكلمة ماشي حبيبة حلوين ومقطعطين الميم اسمه ايه؟ ميم ميم تمام؟ حرف الميم الحروف المرققة الحروف لإيه؟ ماينفعش أقول مثلا إيه؟ ماهر لا ماضي لأ ماينفعش ما 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 بابتسم وأنا بقول حرف الميم السلام عليكم معنا جوليا ايه ازاك يا جوليانا أنا بدا اللعج بقى أنا عايز بقرة معك ماشي حبيبتي يا نهارا بيض انت عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ عسل طب تعالي حبيبتي هكتب الكلمة كده فيها حرف إيه؟ إيه الميم كده يالله حبيب يا حلوين كده يالله يالله هكتب الكلمة يا كده يالله اقرأييي هذه الكلمة كده يالله اقرأييي هذه الكلمة كده يلا يا جريانا يلا يلا جري لا ما هو كده بص أنا عاوز التلفزيون نوطيه شوية عاوز التلفزيون نوطيه شوية حبيبتي ممكن نا نا وطيك على التلفزيون كده وتابع معنا بالتلفزيون وبصي بعينيك على التلفزيون مفيش أي مشكلة خلص نهائي يلا كده نقرأ هذه الكلمة يلا قولي تاني كده الميم على ضم حبيبتي الميم على ضم هنا الميم هنا الأخيرة دي على ضم تبقى إيه حبيبتي عسل بربو عليك ماريا مو من فتحة ما رأس ساكنة مر يا فتحة يا يبمر يا من ضم مو شكرا حبيبتي وبربو عليك والله عظيم شكرا جدا معنا هانا السلام عليكم أيوه هانا يا هانا هنبدأ في حركات هنبدأ في حركات حرف الميم هنبدأ في حركات حرف الميم ومعنا تمام كده؟ أيوه ما هايش معنا يلا هانا مين فتحة؟ مين فتحة؟ مين الله ينور عليك يا حبيبي تولديك طيب مين كسرة؟ الله ينور عليك يا حبيبي طيب طيب أنا عاوزة نفسي أعرف حاجة واحدة يا جماعة معانيش أولي أمور بس اسمعوني ممكن نوطو تلفزيون ونسمع من التلفون كلنا مفيش أي مشكلة والله عشان هنا فعلا ما ينفعش خالص نهائي ما ينفعش خالص نهائي نعمل ايه؟ بفيه مداخلة تلفونية ونبمعلي نتلفزيون شوية يالله مريم اسمها ايه؟ مين هانا هانا ماشي مين ضمى؟ مو لا أنا بقول مين ضمى؟ مين ضمى مو اللاه نور عليك يا حبيبي توليدين مم فتحة؟ مين مم كسرة؟ مين مم ضمى؟ مو دي سمع أيه يا حبيبتي حركات إيه؟ ممين أيوة دي سمع حركات إيه؟ ها يلا كدا يلا أولي اسمع حبيبتي حركات قصيرة زي كدا دي سمع مش حركات الطويلة لزي انتو صنططة كدا صنططة توبه حركات إيه؟ حركات قصيرة ممين نظر حبيبتي و أنا عاوزك تبتسم و أنت بتقولي ما حرف الميم مراقق هو تقولي ما أبداً خلاص كده حبيبتي تبقوا لي بقى كلمة كده أو فيها ميم مفتوح يلا حبيبتي كده ميم لا أنا عاوزك ميم فتحة ما عاوزك تقولي كلمة فيها ميم عليها فتحة يلا حبيبتي سامي إيه؟ سامي أنا مش سامي فين؟ حد سامي طيب متشكلين كده حبيبتي نكمل شرح ميم فتحة ما ميم كسرة مي ميم ضمة مو عايزين مثال كده حبيبتي حلوين يا مقاطين عالميم فتحة زي إيه كده يلا حبيبتي حلوين يلا الله ينور عليك لا بد أكتبها بلون مختلف تمام كده برافو عليك يا حبيب ولديك هم؟ قدي اللون المختلفة هوا هم؟ قدي الميم فتحة هي ماشي؟ ميم فتحة؟ ما لا أيوة ما لا كو قدي الميم فتحة؟ ما لا مفتحة؟ لا كف ضمة كو ما لا كو ملك أهي قدي الميم فتحة هي ميم فتحة؟ أوليها الأمور لما تيجوا تملوا أبنائكم ما تقولش اكتب أبنائكم اكتب ملك لا ما يعيش بتقوله إيه؟ يلا حبيبني اكتب ملك يلا كده واحدة واحدة ميم فتحة؟ ما لم فتحة؟ لا ما لا كف ضمة كو ملكو تمام كده نمليهم بالطريقة دي مش نروح كده على طول نقولهم اكتب محسن اكتب مدينة الانتاج لا تمام كده ميم كسرة؟ مي ميم كسرة؟ مي عايزين مثال يا حباب يا حلوين على الميم الكسرة كده يلا كده يا حباب يا حلوين يلا فين الناس؟ يلا كده هم؟ ايه مفيش حد معايا؟ يلا ميم كسرة؟ ميم كسرة؟ مي ميم كسرة؟ مي ميم كسرة؟ مي زي إيه مثلا زي ناشي برافو علي مرافو علي مثلا أهو مقصو أهو يالله حبيب يا حلوين كده مي قا ممكسرة مي ممكسرة مي قا فتحة قا يبقى مي قا صد شد وضامة مي قصو مي قصو نمليهم بالطرق دي كده يا حبيب تاب ميم ضم كده يا حبيب يا حلوين يا مأطأتين يالله كده نشوف الميم ضم كده مثال عليها آهو ماشي معلي مو يالله ميم ضم مو ميم ضم مو يالله عين فتحة معا لم شد وكسرة معلي يالله معلي ميم هي معلي مو اتنين ميم بضمه معلي مو ميم ضمه مو عين فتحة ع مو ع لم شد وكسرة معلي ميم ضمه مو معلي مو تمام كده يا حبيب يا حلوين تمام كده خدنا الحركات القصيرة ما مي مو اه ده هي الحركات القصيرة انا هي ما مم مو تمام كده حبيب يا حلوين يا مقطاطين تمام كده ميم فتحة تمام ميم الفتحة دي او استاذ عدوها خليها حركة طويلة اعمل فيها ايه يا عم عزب امدها لرجلها امم انا اعمل ايه امدها ازاي يعني ايه مادة اصلا يا عم عزب يعني انا بطول بطول صوت الحركة يعني انا بقول با با بطول صوت الحرف شوي زمن الزمن الصوت وانا بقوله بطوله شوي طيب ميم فتحة ما ميم فتحة قصيرة ما ميم فتحة ما عايزيني مدها يا استاذ محمد عبد المجيد نمدها ازاي يلا كده حبيبي يلا مدها نمدها بايه بقى الميم فتحة دي لا لا انا بقولني مدها بايه انا بقولش الميسال عليها ليسا دلوقتي ميم فتحة ما عايزيني مدها نقولي ايه ما ميم فتحة قصيرة هي ما ميم بعدها مد بالالف يبقى يا محمد يا عبد المجيد الميم الفتحة دي علشان مدها يمدها بالالف يبقى الفتحة بتحب المد بالالف والالف بيحب الفتحة وان شاء الله عنك الكتابه المريب تمام كده ميم فتحة ما بعدها مد بالالف ما تمام كده؟ عايزين مثال على الميم بعدها مد بالألف حبيبا حلوين يلا كده حد مزاكر معايا حد يعرف حاجة تب بلاش يلا ماشي ماء اهوه الميم بعدها مد بالألف ماء يلا نكمل بقى جيم كسرة جيم تلضم دو يلا حبيبا حلوين يلا مقطعين كده هذه الميم بعدها مد بالألف ماء جيم كسرة جي دو ضم دو يبقى ماء جي دو تمام كده؟ يا محمد عب مجيد معايا يبقى الميم فتحة يا محمد عشان يمدها نمدها بالإيه؟ يلا قول معايا الميم فتحة عشان يمدها يمدها بالألف الفتحة بتحب يلمد بالألف عشان يمد الحركة دي يبقى من نفس الجنس يعني ميم فتحة يبقى ألف يبقى الألف بيحب الفتحة يلا كده طيب ميم كسرة؟ ميم حركة قصيرة ميم حركة قصيرة عايزيني مدها نمدها بالإيه يا محمد يلا كده؟ الله ينور عليك أيوة كده يا أخي زاكر بقى أيوة كده؟ إن أنا عارف حد غشيشة عندك بس ومش مشكلة ماشي أهوة بص يا عبد الرحمن ميم كسرة مي عشان يمدها نمدها بالياء نقول إيه؟ مي تمام عايزين مثال على الميم اللي بعدها مد بالياء دي يا حبيب يا حلوين نقول إيه؟ يلا كده حد يقولي كده مفيش خلص نهائي ليه يا حبيب؟ أهو حميده ميم كسرة مي الميم بقى مد نهى شوي يا حبيب يا حلوين كده يا الله بقى حميده حميده حق فتحة حق الميم كسرة مي بعدها مد طبيعي بمقدار حركتين الناس اللي بتقرأ قرآن يبقى إحنا منقول عليها مد بلياء وخلص هنا لكنها اسمها مد طبيعي بمقدار حركتين حميدو حق فتحة حق ميم كسرة مي الميم دي بعدها مد بلياء نقول إيه؟ مي يبقى حميدو ده الضم دو يبقى حميدو حميدو تمام كده؟ عايزين بقى ميم مد ضم دي يا حبيب يا حلوين حركة قصيرة ميم ضم مو عايزيني مدهن مدهن بالإيه؟ الله ينور عليك اسمها واو مش واو يا الله حبيب يا حلوين ما قطعتين كده يا الله حبيبي ادي ميم ضم مو مدهنها بالواو يبقى مو أهلا مو صلاح ماشي يا الله حبيب يا حلوين كده عايزيني مدهن عايزيني مثال على الميم بعدها مد بلاو كده حبيب يا حلوين كده الله يلا مثلا 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 في حاجات كتير والله هنقول مثلا إيه؟ بصوا حبيب يا حلوين ماشي ممكن جمع تمر إيه؟ تمورهم ماشي ماشي ادي تو ودي الميمة هي عشان تبظاهر بحاجة تانية اهي تأضم تو ادي الميمة هي بعدها مد بلاو تمور ماشي حبيب يا حلوين مربو عليك يبقى هو تأضم تو تأضم تو ميم ضم مو يبقى تو مو الميم دي مدنها بالوا وهيه؟ يبقى تمو رأضم رو تمام كده حبيب يا حلوين تمورو كده معنا يومنا السلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام يومنا نا عندي كم سنة يومنا؟ سبع بسم الله وإن شاء الله تمام اكتب لك كلمة كده وتحلل لها مخاطع صوتية؟ ماشي يالله احنا خدنا الحركات القصيرة ما ميمو طيب قولي انت كلمة من عندك كده فيها ميم فتحة أو ميم كسرة في حرف ميم عموما يالله كده حبيبتي؟ قولي انت كلمة كده في حرف ميم موت موت يا الله ماشي موت كميلة ماشي حبيبتي اهي هكتب هالك هاي يالله ادي موتاهي ميم فتحة؟ ما ماشي اهي لوه وهي موتو طيب يا حبيبتي عايزين نحلل الكلمة دي للمخاطع الصوتية يالله كده حبيبتي هكتب انت خدت تحليل الكلمة للمخاطع الصوتية ولا لا ايه معاناها على الخط لسه انت بتعرفي تحليل الكلمة للمخاطع الصوتية ولا اعلمها لك دلوقتي يومنا شكرا يومنا شكرا شكرا حبيبتي حلوين احنا خلاص خدنا الحركات القصيرة ما مي مو وخدنا الحركات الطويلة ما مي مو وخدنا امثيل عليها ميم فتحة ما زي ملك ميم كسرة مي زي مقص ميم ضمة مو زي معل مو ولميم بعدها مد بالالف زي ما جد ميم بعدها مد بالياء زي حام د ميم بعدها مد بالواوي زي تمptic يلا حبيب يا حلوين احنا كده خلصنا الحركات القصيرة يا كنترول خلصنا الحركات القصيرة والكار حركات الطويلة هنيجي للسكون بقى كده يلا حبيب يا حلوين يلا بينا معايا يلا ايه بقى الحرف الساكن يا محمد يا عبد المجيد او عبد المجيد عبد المجيد عبد الحميد كل واحد يلا حبيب يا حلوين كده معايا ومش معايا كنترول الناس مش معالية مش حاسب يتفاعل الحرف الساكن يا سيد محمد ينفع تنطأل وحده ليه احنا خدنا ايه نهاردة حرف الايه حرف الميم الميم الساكنة دي بتعرف تنطأل وحدها طب ماشي عيد السلام عليكم عيد السلام عليكم عيد السلام عليكم عيد ولا طب ممكن للمرة المليون اي حد اي حد اولا امور اعزاء او اطفالنا يريد بعد ازنكو يريد التلفزيون نوطي وتسمع من التلفون بس مش طالب اكتر من كده عشان بس هنا والله يبقى فيه صدى صوت وما بسمعش يالله حبايبي يا حلون يالله عيد معي ولا مش معاي عمعك عمعك استاذنا رب يحفظك اللهم امين يا رب ربنا احفظك يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانت كده وطت تلفزيون صح؟ بلا شكرا شكرا يا استاذ عيد يا الله محمد عبد السلام ميم الساكنة نعرف انطقل وحدها؟ ما نعرض اصمع صوتك يا محمد لابد لابد تفاعل معنا ليه بقى الميم الساكنة مع راشا انطقل وحدها؟ يالله يالله معايا اقوله تبقى انا حد عادي اصمع حد الميم الساكنة دي مع راشا انطقل وحدها ليه؟ معنا اتصالة السلام عليكم السلام عليكم طيب السلام عليكم طيب جمانة السلام عليكم جمانة علي صوتك علي صوتك يا جمانة أخبارك ايه يا جمانة من فن يا جمانة تسمعني او لا مش سمعني الحمد لله منين يا جمانة منين من القاهرة الجديدة من فن القاهرة الجديدة احسن ناس القاهرة الجديدة يالله انت عندي كم سنة يا جمانة اتناشر اتناشر بسم الله ايه ما شاء الله بس احنا عاوزين بقى لانديك ناحو بقى ما ديكش لسه فعليم قراءة وكتابة يا جمانة انت عنديك اتناشر سنة اه طيب انت راحة اقولها اعدادي صح لا خمسة اه راحة خمسة لسه خمسة ابتدائي طيب احنا هنا احبتي ان شاء الله تعالى لما نخلص بس الحروف هنبدأ في تأسيس النحو تمام كده احنا مشاكلين جدا على اتصالك بس تابعينا وان شاء الله لما خلص الحروف هنبدأ في تأسيس النحو ان شاء الله يعني لسه راحة الحميد والسه راحة الجمال هنستازم منهم وربنا يسطر ويوافع على الموضوع ده تمام يا حبيبتي شكرا يلا حبيبتي حلوين ميم ساكنة يا عم عزب يا معم محمد الميم الساكنة ما ينفحش انطقها الوحدة هو اي حرف ساكن ما ينفحش انطق الوحدة علشان حرف ضعيف حرف الساكن حرف ضعيف ما ينفحش انطق الوحدة لابد اجيب حرفه قدامه يسنده علشان اعرف انطقه طيب عاوزين نسند الميم دي يا حبيبتي حلوين يلا كده نسندها بأي حاجة يلا لا نسند الاول يلا حبيبتي حلوين اهو لا يلا كده ألف همزة فتحة أ ألف همزة فتحة أ طب الميم الساكنة هنعرف ننطقل وحدها نوارة يلا قولي هينفع ننطقل وحدها هينفع ننطقل وحدها هينفع ننطقل إزاي قولي كده قولي يلا يلا حبيب يلا حبيبتي لا أنا بقولك بصي أنا ما بقولكيش مثال ماشي بصي بصي يا نوارة ما بقولكيش أقولي مثال دلوقتي أنا بقولك انطقي الميم الساكنة يلا كده حبيبتي يلا يلا يا شبطورة يلا يا سولة يلا ألف همزة فتحة ميم ساكنة نقولي إيه بقى لا 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 بص 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 حبيبي بصوا عارفيني والله الميم صعب عليكم شوية يا نوارة اسمعي شوية عشان تستفيدي يلا كده يلا محمد عشان لا أقولي هاشيت برضو تعليمها أنت كمان ألف همزة فتحة ميم الساكنة من فشان طال وحدها وإياك حد يقولي أو زى أنت ما قلت لي كده دلوقتي كده لا أم لو إي أم لو أو أم لو با بم لو بيم لو بو بوم وهكذا بصوا حبيبي حلوين أهو ألف همزة كسرة إي يلا ميم ساكنة هم أم يلا لو ألف ضامة أو ألف ضمة أو ألف ضمة أو ميم ساكنة أم حلو كده؟ طيب أم إم أم بم 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 شم 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 حم 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 وهكذا الميم ساكنة أي والله ما فيه بجد احنا بنعلمها للأطفال كده والله الكنترول مستغرب وممكن أولياء الأمور يستغربوا من الحركات الحركات رقم واحد قبل أي كلمة وقبل أي حاجة تمام كده؟ أم إم أم يا الله أم عزب بم 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 حم 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 شوفوا بم 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 شم 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 وم 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 لابد أسمع لابد أسمع صوت حرف الميم ونواقف عليه كده يالله هبايبة حلوين؟ ما ينفعش أقول أب ما ينفعش أقول أش ما ينفعش أقول أط لا اسمها أم أم كرماني نسمع شوية كرماني عشان نتعلم يا نطلع من كنترول يالله حبيبي يالله ألف همزة فتحة أ ميم ساكنة أم تمام كده؟ يبقى لابد أسمع صوت حرف الميم ونواقف السكون عليه تمام كده؟ ما ينفعش أقول أب وأطو وأر وكلام ده كله تبعوزين ميسال على ميم ساكنة يالله ينورك كده يا حبيبتي؟ يالله يالله شطورة؟ يالله الله ينور عليك يا حبيبتي والديك برافو عليك أيوة سأفولها كده قالت إيه؟ شامسو شين فتحة؟ شا ميم ساكنة شم شوفوا؟ واحد بقى يقولي إيه؟ أهو أكمل الكلمة عشان في بعض الأطفال كده بيخطعوا فيها يا عزب بصني كده شين فتحة؟ شا ميم ساكنة واحد يقولي إيه؟ يقولي إيه؟ شامسو غلط أو شامسو غخطأ أولي الأمور ركزوا في الميم ساكنة أو يحرف ساكن شين فتحة؟ شا ميم ساكنة ما ينفعش عنطأ لوحدها لابد أنطأها من الحرف اللي قدامها شاشة شاشة شم شوفوا؟ شاشة شاشة طيب أنا مش عارف أنطأ أو ابنك مش عارف أنطأ هتعمل له إيه؟ قوليه حبيبي هاتي الكلمة الحروف من الأول خالص لو آم لو بام لو ح حم رم قال لي لا لا شام أيوة كده برافو عليك تقوله الحروف من الأول خالص مع الحرف الساكن لو الولد مش عارف أنطأ هتقول له إيه؟ لحد ما توصل حرف الشين وتقول له شاشة شاشة شام سنضم سو يبقى شام سو ما ينفعش أقول شام سو ولا شام سو لا شام تمام كده حبيبي أحيلونا مقطاطين تمام طيب نقول مثال تاني على حرف الميم كده يال الله نور عليك مبدأ النهار ده والله برافو عليك يا حبيبي سأفلها أيوة كده يالله رم يالله النهاردة هتاخد جيزة نور رأ كسره ري ميم ساكنة أقول ايه أقول ايه رماء هقول رماء لا رم ولو ابني مش عارف انطق أجيب له من أول الألف أم إم أم بم 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 لحد ما وصل الرأ رم لا ده ري يبقى رم شو رأ كسره ري ميم سكون رم شن ضمه شو يبقى رم شو لابد اسمع صوت حرف الميم وأنا واقف عليه رم شو يالله كده خلصنا الميم الساكنة نبدأ للإيه ها الحرف المشدد يالله هون جنبه كده حبيبا حيوي ادي الميم الإيه المشددة طب الميم المشددة هي ينفع انطقل وحدها ما ينفعش برضو لابد حاجي حط حرفه قدامها اهو انطق كده يا سيد محمد كده يالله لا ما ينفعش اهو حد ينطق كده اما اما تمام كده تبلو ايه هم امي تبلو او يالله حبيب يا حلوين اهو يالله حبيب يا حلوين يالله يالله هيبوس اهو فيه احنا عملنا ايه محمد هنا عملنا يا حبيبي عملنا ايه الميم المشددة دي الميم المشددة دي يا محمد ايه عملنا فيها ايه ها شدة يعني ايه شدة يعني اتنين اي حرف عليه الحركة ده هي يعني بضعفه يعني بضعفه يا استاذ يعني بقوله مرتين هو توأم اصلا شوف واتحده مع بعض اهو وكونه فريق واحد اهو ميم دي اصلا اصلا الميم شدة دي حرفين ميمة هي وميمة هي ميم سكون وميم شدة وفتحة يعني فتحة يبقي شدة ده وفتحة يبقي سكون وفتحة شدة وفتحة هي شدة وفتحة هي سكون وفتحة يبقي ننطقها ازاي كده يلا يا محمد يلا قول كده يلا ما تقول معايا ام طيب طال تعال كده تاني هنا يلا شدة وكسرة يبقى سكون وإيه الله ينور عليك يا حبيب والديك تمام كده ولو ألف ضمة ألف همزة ضمة شو برضو نفس الحكاية سكون وضمة شدة وضمة يعني سكون وضمة شوف أمّا أمّي أمّو بمّا وبقية الحروف كلها بمّي بمّو حمّا حمّي حمّو يبقى الحرف المشدد اتنين بنطأه مرتين مرة سكون ومرة ايه متحرك يعني ايه متحرك يعني يا فاتحة يا كسرة يا ضمة لو شد وفتحة يا عم عزب يبقى سكون وفتحة أمّا تب لو شد وكسرة يبقى سكون وكسرة امّي تب لو شد وضمة تبقى أمّو سكون وضمة حد يقول يا حبيب يا حلوين ياما أطاطين مثال كده على الميم المشددة يلا كده حبيب يا حلوين الله ينور عليكي المتقلقة النهاردة أميرة والله بصوا حبيب يا حلوين شوفوا شوفوا لما نقرأ في صورة النبأ نقول ايه عمّا يتساءلون عمّا عمّا تعالوا شوف كده يلا كده حبيب يا حلوين عين فتحة ع ميم شدّة وفتحة عمّا يلا محمد عشان تعليم الحتة دي بص حبيبي احنا نطقنا العين صح نطقنا العين يا عمّا عمّا علي ممكن نسمع شو عمّا علي عين فتحة عا شوف بقى الميم هنا بصوا حبيب يا حلوين اهي يا عمّا علي انا عايزة انا يا أستاذ علي يا باش موانس علي يا جماعة عمّا علي ما محبش حدي يكبره الميم هنا يا محمد الميم المشدّدة دي فكنها تنين اهو عمّا طبعا شدّة ما بيش حدي يخد باله اهي شدّة وفتحة يبقى سكون وفتحة عمّا عمّا شوفوا والميم المشدّدة يا حبيبي والنون المشدّدة لابد يبقى فيه غنّة كده يبقى فيه ايه؟ غنّة صوت كده جميل كده مصر عمّا عمّا تمام كده؟ أمّو يلا عمّا طبعا عاوزين نقطع الكلمة الصنططة دي؟ يلا يا أم عزب نحلّلها يا كنترول نخلّكم معايا يا كنترول عمّا يا أسادزة عمّا عايزين نحلّلها المقاطع الصوتية عمّا جيد نقوم بعمل ايه؟ تعرف يعني نحلّلها المقاطع الصوتية؟ بص أنا بانطق الكلمة ازاي؟ نشوف عمّا كده طيب القاعدة بتقول ايه؟ الحرف المتحرك لوحده الحرف المتحرك لوحده لو في حرف ساكن بعده ناخدهم الاتين مع بعضهم زي ايه هاو؟ بصوا بصوا آهو تمام كده؟ يبقى الحرف المتحرك الساكن مع اللي قدامه الساكن مع اللي قابلي على طول عمّ هنا أقطع على طول بعد الميم الساكنة آهو فاضي الميم تانية هي يالله حبايبي يا حلوين آهو عمّا تمام كده؟ كم مقطع صوت كده بقى عمجيد؟ أيوة عم؟ ما اللي انت بتنطقه اكتبه في تحليل المقاطع الصوتية تمام كده؟ تمام عاوزين مثال ثاني كده على الشادة يلا كده حبايبي حلوين المقطاطين؟ هم؟ يلا علي صوت حبيبتي يلا شطور الله ينور عليك انت مكسوفة من ايه؟ قولي انت عزل كده والله برافو عليكي هتديك جايزة إن شاء الله في آخر الحصة بصوا اهي يلا هي قالت ايه؟ قالت ايه؟ قمة القمة يعني اهو قف كسرة قيم مم شدة وفتحة قمة تأضمة تو يبقى قمة تو طيب عشان دي اخر حاجة ان شاء الله يلا كده معليش بقى عم عب مجيد ولا محمد؟ الكلمة دي عشان نحللها مقاطع صوتية شوف اقولها كده يلا قف كسرة قي الله ينور عليك ها؟ الشدة دي يا حبيبتي بقى يلا نور كده الشدة دي لما نفكها نعمل ايه؟ الله ينور عليك قالت كده يا حبيبتي حلوي ميم ساكنة وميم ايه؟ فتحة برافو عليك فكنا الشدة دخلناها اتنين وبقى كده اتقى لأيه؟ المربوط هناخد الميم معها ولا ناخدها لوحدها؟ فالتأطيع لا 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 احنا قولنا الحرف الساكن مع اللي قدامه على طول ليه بقى؟ بص بصي انطائها كده بتطنطق مع بعض بصي قم اطنطقت مع بعض او لا يبقى قم واقطع على طول بعد السكون اقطع على طول اسمه مقطع صوتية حبيبتي قم وبعد كده ميم فتحة ايه؟ الميم الفتحة الميم الفتحة دي متحركة يا معاة كنترول الميم الفتحة دي تحصل فيها ايه؟ الميم الفتحة مفيش بعدها سكون ولا بعدها مد يبقى لوحدها قم ما؟ طيب اتقى المربوطة لوحدها برضو يا حبيبي ايه؟ كم مقطع كده حبيبي حلونا مقطعين؟ ادواح اثنين ثلاث برافو عليك يا حبيبي تولدك تمام كده حبيبي؟ كده كده لمينا كده لمينا الحرف الميم انا عارف تمام تمام خلاص كده حبيبي حلوين هنختم يا حبيبي حلوين بايه؟ اللي احنا بنختم بها دايما ها؟ بشبكة الحرف اخر حاجة لو رمينا يا استاذ محمد لو رمينا على الميم شبكة ايه معانا ولا مش معانا؟ طيب عشان نركز بس الميم لو رمينا عليها عام علي لو رمينا على شبكة ها؟ لو رمينا على شبكة عام علي هنعمل ايه؟ هتجيب لنا ايه؟ يلا ميم فاتحة ميم كسرة ميم ضمة و هتجيب لي ايه تانية حبيبتي يلا أولي يلا ميم بعدها ماد بالالف و الميم بعدها ماد بالياء و الميم بعدها ماد باليه؟ بالواو طيب وحتجيب لي إيه يا حبيبتي تاني يلا كده يلا هتجيب الميم الساكنة أم إم أم وحتجيب لي الشدة كمان الحاجات اللي أنا بلم اللي إحنا خدناه النهاردة يا حبيب يا حلوين زي إيه أهو أما يبقى الشبكة لما نرمي الشبكة على حرف الميم أو أي حرف بيجيب لي حركات بتاعته يلا عم عزب ميم فتحة ما ميم كسرة ميم ميم ضمة مو الميم بعدها ما دي الألف ما الميم بعدها ما دي بلي يا ميم الميم بعدها ما دي بلي يا مو الميم الساكنة عرف أنطقل وحدها لا أم إم أم بام بيم بوم وهكذا طيب الشدة والفتحة أما شدة وكسرة مي شدة وضمة أم مو كده حبيب يا حلوين يا مقطاطين شرحنا حرف الميم والله كنت نفسي أقعد معاك كتير أكتر من كده ولكن للأسف الشديد في برنامج ورايا وأشكر جميع زملائي نوارة وأميرة وكل الناس زميلي والأستاذ محمد عبد مجيد والأستاذ تامر والأستاذ محمد عبد السلام وطبعا ما ننساش الإضاءة اللي أنا يعني بجد فعلا الصورة ما هي إلا إضاءة طبعا عم سيد ما نقدرش ننكر وجوده خالص نهائي بجد حقيقة يعني الواحد ما بيعرفش يطلع إلا مع عم سيد تمام كده وطبعا وطبعا الصوت مش هنعطي يبقى المهنس عالي تمام كده وطبعا يا حبيبي يا حلوين يا مقطاطين نسمع يا عبد الرحمن ممكن نسمع شوى عبد الرحمن ماشي يا الله يا حبيبي يا حلوين ومن ننساش عم عزب أكتر واحد بيكتهد وبيتلق في الاستوديو هنا تمام كده حبيبي وأشكر للأستاذ جمال عبد العظيم مدير البرامج وأشكر للأستاذ عبد الحميد الرئيس القناة وأشكر جميع العاملين بالقناة وأشكر حضراتكم لحسن متابعتكم وإلى أن ألتقي بكم الحلقة القادمة إن شاء الله أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته